سنتعرف في هذا الفيديو على خصائص string والميطود التي يعني تكون مع متغير نوع string سنقوم بإنشاء متغير name يساوي حفيد مثلا هو عبارة عن string أقوم بطبعة ال name بدون أي مشكلة ال name سيقوم بطبعة حفيد بدون أي مشاكل بالنسبة لل string يعني كل حرف أو كل رمز له index خاص به والindex في البيثون يبدأ من الصفر يعني مثلا ال H ال index الخاص به هو صفر ال E ال index الخاص به هو واحد وال F ال index الخاص به هو اثنان يعني بهذا الشكل أريد أن أقوم بطبعة ال H فقط أقوم بوضع هذا الرمز وأضع ال index الخاص به هو صفر هنا سيقوم بطبعة ال H فقط إذا كتبت مثلا 1 سيقوم بطبعة ال A فقط أوكي الآن أريد أن أطبع ال H وال A هنا أقوم بكتابة صفر نقطتين وأقوم بكتابة ال index 2 يعني سيقوم بطبعة ال index 0 و index 1 ال index 2 لن يقوم بطبعته سيقوم بطبعة ال H فقط لن يقوم بطبعة ال F أريد مثلا أن يقوم بطبعة الكل ممكن أن أقوم بهذا الشكل وأقوم بطبعةه سيقوم بطبعة الكل بطبعة الكل يعني أقوم بكتابة أول index نقطة وأضع الفراغ سيقوم بطبعة كل شيء لكن يعني من وراء من الخلف ال index يبدأ بناقص واحد يعني إذا قمت بكتابة ناقص واحد سيقوم بطبعة D يعني String يعني من البداية يبدأ ال index من الصفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة لكن من الخلف يبدأ ال index من ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة الآن سيقوم بكتابة ناقص واحد نقطتين وسيقوم بكتابة يعني حافي يعني لن يقوم بكتابة D اوكي يعني يأتي أمور يعني ال index فهو مهم جدا يعني سنستعمله في كثير من الأشياء مثلا إذا أردت أنا أقوم بطبعة E سأرى ال index الخاص بها ال H0 A1 F2 E3 يعني هنا أقوم بكتابة name 3 سيقوم بطبعة E بدون أي مشاكل اوكي يعني هذا الأمر مهم جدا الآن سنرى يعني دوال دوال يعني لها علاقة بال string ومهم جدا في string اوكي يا إخوان اوكي سأقوم بحد فهذا اول دلة وهي ال upper اوكي dot upper بهذا الشكل بين القوزين هذه الدلة تجعل كل الحروف capital سنرى يعني تم طبعة حافيذ بحروف capital اوكي اوكي الآن العكس يعني ما يسمى بـ lower وهي تقوم بطبعة جميع الحروف يعني small تقوم بطبعة جميع الحروف small لديها كذلك مثلا سأقوم بتغيير هذه الى h واقوم مثلا هنا بكتابة ليماني بهذا الشكل لديها دلة اسمها title title اوكي هذه الدلة تقوم بجعل اول حرف capital يعني في كل كلمة يجعل اول حرف capital يعني لديها هنا حافيذ ليماني كلها small لكنه سيجعل h small والل small يعني مهم جدا في كتابة الاسماء و هذه الامر لديها كذلك دلت اسمها replace replace اوكي يعني هي تغيير اريد ان اقوم بتغيير حرف الى حرف او كلمة الى كلمة مثلا اريد ان اقوم بتغيير مثلا حافيذ الى ثم اضع فاصلة هنا و اضع يعني الاسم الجديد او الكلمة الجديدة اضع هنا مثلا بايثون ساقوم بتغيير حافيذ الى البيثون يعني replace يعني تعويض كما ترون تم تغيير حافيذ الى بايثون يعني ممكن ان اقوم بتغيير حرف او كلمة او ما اشاء لدي هناك هنا كذلك دلت اقوم بحد فهذا لدي كذلك دلت اسمها count يعني وهي لتعداد مثلا اريد ان اعد كم من حرف اي توجد داخل name بهذا الشكل ثم اقوم بغلاقة يعني اقوم بتعداد الحرف اي داخل string name قام بجلب اثناني ان اي توجد داخل حافيذ مرة واحدة وداخل لماني مرة واحدة مثلا اله كلمرة توجد مرة واحدة فقط هذه ال count يعني لتعداد الآن سنرى دلت long يعني وهي يجلب لطول name اقوم بكسبتها long لل name يعني كم من حرف او رمز او space يعني يوجد داخل هذا string سيقوم هنا بجلب اثنى عشر يعني سنقوم بالعد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر اوكي يعني هذا string يعني عدد الحرف مع space هو اثنى عشر اوكي لدي كذلك دل اسمها strip وهي مهم جدا مثلا لدي هنا space لدي سيقوم بحذف هذا اذا قمت بالطباعة سيقوم بالطباعة تحفظ ليماني مع space التي وضعتها في string بالنسبة لهذه الدلة هي تقوم بحذف اي فراغ يوجد في string .strip بهذا الشكل يعني اتمنى ان تقوموا بكتابة هذه الدول لكي تتذكرها اوكي سيقوم بالطباعة الآن تم حذف جميع المسافات حفظ ليماني تم حذف جميع المسافات لدي كذلك دل اسمه split سيقوم بحذف هذه الفراغات هنا split split بالنسبة لل split هنا اضع مثلا فراغ حين تجد في string أي فراغ اضع مكانه فاصل كما ترون قم بتفريق string وضع حفظ بمفردية ولماني بمفردية مثلا ماذا لدي هنا نقطة اوكي لدي مثلا هنا نقطة بهذا الشكل اضع هنا نقطة حين تجد نقطة قم بتفريق string بهذا الشكل اوكي لدي كذلك دلة الفاند دلة الفاند وهي مهمة كذلك هذه الدلة يعني اقوم بكتابة الفاند يعني اقول له هنا ابحث عن هذا الحرف اين يوجد اجلب لي الاندكس الخاص به مثلا حرف A كما ترون الحرف A يوجد وراء H يعني H A وهو الاندكس الخاص به وواحد يقوم بجلبه واحد بهذا الشكل يعني A يوجد في الاندكس واحد اوكي يعني هذي دول الفاند الآن سنلتقل لدوال اخرى وهي للتحقق يعني دوال للتحقق يعني name dot اقول له is alpha ما معنى هذا يعني قلت له سأقوم بحذفات نقطة هنا قلت له هال name هو يعني كل يعني هل هذا string كله حرف ماذا سيقول false لماذا لانه توجد لدي هنا مسافة اذا قمت بحذف هذه المسافة بهذا الشكل وقمت بتشغيل الكود يقول true يعني string كله عبارة عن alpha يعني عبارة عن حرف اوكي يعني هذه للتحقق كما قلت لكم البوليان يعني يوجد false او true يعني للتحقق مثلا لدي is اقول له is is numeric بهذا الشكل يعني هل هو عبارة عن ارقام سيقول false مثلا لنفتغد ان نسا قم بحذف هذا كله واضع 1 2 3 4 5 6 ثم اقوم بتشغيل سيقول true يعني كله ارقام لدي كذلك is space مثلا space يعني هل هو عبارة عن فراغ سيقول false يعني مثلا اذا قمت بوضع فراغات بهذا الشكل وقمت بتشغيل سيقوم بجانب تلولي انه عبارة عن مسافات يعني توجد عدة دوال هذه فقط دوال يعني هي الرئيسية والمهمة لكن توجد عدة دوال يعني في string لكن ذكرت لكم في هذا الفيديو اهم الدوال يعني التي ستحتاجونها عند انشاء مشروع او انشاء تطبيق او انشاء برنامج يعني هذا ما كل في هذا الدرس ان شاء الله وانتظرونا في الدروس القادمة ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب وضع تعليق تحفيزي وشكرا لكم اشتركوا في القناة